فواية خطة العمل تفيدنا خطة العمل إلى إدارة المشروع بشكل منظم يعني أنا لا أستطيع أن أدير مشروعي بس هل أستطيع أن أديرها بشكل منظم؟ هنا نقف على خطة العمل وكلما كان عندي خطة عمل واضحة كلما كان عندي أداء للمشروع أو إدارة المشروع بشكل منظم ونقصد بشكل منظم بشكل يرسم سياسات معينة خط سير إنتاج معين أهداف مرسومة بفترات زمنية محددة أعمال مرسومة بفترات زمنية محددة استهلاكات واضحة تنفيذ واضح إلى آخره ثم تسهم كذلك في التعرف على الصعوبات التي قد يتعرض لها صاحب المشروع وتجعله أكثر استعدادا لمواجهتها ما هي الصعوبات التي قد يتعرض لها مستقبلا؟ كيف تخطاها؟ الثاني تشجع على الواقعية في اختيار نوع المشروع ليس فيها عملية التخمين أو عملية تجالية وإنما يكون هناك واقعية ما هو ذلك المشروع؟ وهل هناك تشجيع أن أبدأ بهذا المشروع أو أبدأ بتعديله أو تغييره؟ وسيلة لإقناع المؤسسات المالية بتمويل المشروع كيف أن يكون هذه الخطة؟ تقنعني كمؤسسات مالية في تمويل المشروع تحديد العملاء والتعرف على السوق ما هما العملاء؟ وما هو السوق الذي سأبدأ به؟ كذلك تساعد في الوصول إلى القرار النهائي حول إنشاء المشروع أو التوقف عنه وبذلك يعطيني فعلا قرار صريح قرار واضح أني سأنفذ المشروع أو أقف عن المشروع أو أعدل هذا المشروع تحدد معالم المستقبل للمشروع ماذا سأكون مستقبلا؟ ما هو مستقبلي؟ هل سأستمر لسنوات قادمة؟ وإذا استمرت كيف لي أن أستمر في إنتاج هذا المشروع؟ ما هي الأشياء التي قد ابتكرها؟ ما هي الأشياء التي قد أنفذها إلى آخره؟ مقارنة بالمنافسين ومقارنة بالسوق وإحتياجاته وإحتياجات العملاء لذلك لابد أن يكون عندنا وضوح دراسة الجدوى وخوطة العمل وهذه تعتبر كالمقارنة وهل نكتفي بدراسة الجدوى؟ أو لابد من وجود خوطة عمل؟ فنذكر أن دراسة الجدوى تتم قبل تنفيذ المشروع تماماً فهي تعطينا دراسة تفيدنا في معرفة مدى جدوى المشروع ومدى إمكانية تحقيق النجاح في المشروع وذلك اعتماداً على بينات السوق والأمور المالية والفنية التي تقدمها لتنفيذ أعمالك خطط العمل هي عملية وضع كافة مطلبات وفاعلية المشروع في جدوى وفق إطار زمني مدروس بمعنى أن تكون جميع مطلبات العمل واضحة فعالية المشروع تكون واضحة وتكون لها فترة زمنية محددة ومدروسة الثاني دراسة الجدوى تكون تفصيلية تكون أكثر تفصيلية تخص المشروع في جميع النواحي من حيث الإرادات من حيث العمليات من حيث التسويق من حيث المنتج من حيث البيئة الخارجية من حيث البيئة الداخلية من حيث الوضع المالي من حيث المنافسين من حيث البنية التحتية إلى آخره خطة العمل تكون بسيطة وموجزة في حوالي خمس صفحات ثمن عرض موجز لبعض المعلومات حول الإدارة والسوق وسبل النجاح وتحليل الأمور المالية وأمور التنفيذ خطة العمل لازم تكون واضحة خطة العمل لازم تكون معلوماتها أكثر مصداقية خطة العمل لازم تكون ذات أسلوب إقناعي وهنا رح نتكلم بعد قليل عن ماذا يقصد بالأسلوب الإقناعي دراسة الجدوى هي الدراسة التي هدفها الإجابة على سؤال هل سيحقق المشروع النجاحي؟ وبذلك كان ذكر الإجابة بنعم إذن نبدأ بتنفيذ المشروع لا إذن نبقى وإذا كان نعم إذن ننتقل إلى خطة العمل كيف سيتم تنفيذ المشروع؟ وذلك نجد أن خطة العمل هي تتوافق مع دراسة الجدوى لننهي الدراسة الجدوى نبدأ بإعداد خطة العمل إذا كان الإجابة بنعم